السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ننتطرق إلى 10 قرطون من أرهاب الكارتونات التي عرفها التاريخ أصحكم مشاهدتها وتنتمي إلى أيام الجيل التهبي ويا لها من أيام ومبروك علينا الألف مشترك ومئتان وإن شاء الله نصل إلى أكتر وأكتر بإذن الله وهيا بنا لنبدأ في المركز الأول عاد الأصدقاء أنا من أشهد المعجبين بهذا الكارتول لما يحمله من خسال وقيم حميدة تطور أحداثه حول الصبي روميو الذي كان يعيش مع عائلته في قرية صغيرة لدى أبيه هراضي زراعية وحين قرو الحصاد أترج الغراب وأحرق المحصول فإذا بأب روميو يحاول أن ينقض ماشية وسقط عليه جدع الشجارة مما إذا طر روميو إلى إمداء توقع عقد مع الغراب لكي يحضر الطبيب لمعالجة أبيه حيث يدل هذا توقع لإستئجار روميو هذا الرجل الغراب الذي سيبيعه لمنظفي المداخن لأعمال عندهم من ثم سيلتقي بأصدقاء ينظفهم المداخن وتبدأ قصته والمشاكل والصعوبات التي يواجهونها وتأذرهم من أجل تصديلها الحقيقة لا أخفي عليكم كان أفضل وأشد الكارتون الذي أحببتها وعجبت بها ولكن عليكم بالحذر لأن في الكارتون مجموعة من الرموز المسيحية لذلك اسأل شخصا يعني يكون كبير يعني يدري أو يعرف ما هي هاتي الرموز في عائلتك يعني يكون يعرفها استروا عن هاتي الرموز والمعابد لأنها لسا لها علاقة بالإسلام وإنها علاقة بالمسيح يعني تسأل لماذا وكيف هو ما علاقتها بالمسيح عيسى وهكذا في المركز الثاني سقور الأرض يتمحور هذا الكارتون على السرعات الأهلية داخل الصين قديمة حيث الكبير قضي على الضعيف وبطل هذا المسلسل وعبد الرحمن يحاول جيدا انجع الحكم لامراتوريتهان مع صدقائه حمزة وحكمة كان يواجه ضعفا في جيشه حيث ابتدأ من متطوعنا إليه حتى كونه جيشه واضطر إلى تعجب مع تسوتسو من أجل القضاء على لوبو الذي أصبح يشكل خطرا على البلاد وبعد انتهائهم منه يعودون إلى القتال ليساعد المخطط بورهان حبد الرحمن لانتصار على تسوتسو ومن بعض الأشياء التي كنا نظنها على هذا الكارتون هو أن هذه الشخصيات هم الصحابة نعم من ناحية أولا الكلام يعني توجد فصحة في اللغة العربية ومن ناحية المطار تجد أحصينة يعني لا تجد هناك مسدسات توجد أحصينة سيوف يعني أشياء تقليدية وحتى اللحية يعني شيء زي كده في المركز التاليس أكاديمية الشرطة هو أيضا من الكارتون الذي أتذكره من طفولتي تدور أحداثه حول أكاديمية للشرطة التي تعمل على تدريب أفراد الشرطة حتى يصبحوا بأفضل مستوى لمحافظة على أمن واطمئنان المدينة ورقبت على اللصوص الأشرار الذين يسعوني إلى النشر الفوضى فيها لا أخف عليكم طابع الكارتون كوميدي بامتياز حيث لا تخلو أي حلقة من مواقف كوميدية طريفة التي يقع فيها رجال الشرطة ولكن في الأخيرة تم القبض على المجرمين ويدخلهم للسجن حيث يحاولوا هارس مع فريقه إحباط ماهوني وفريقه ولكن دائما ما تنقلب عليهم خداهم بطرق طريفة فغنية البداية وحدة ممكن أن تعبرا على المستسل الكارتوني بأكمله في المركز الرابع الرامي الصياد الصغير لم أشاهد ذلك كارتون كامل ولكن يسعى قوى آخر مشاهدة حيث مضمون قصته عن الرامي الذي يحشق الصيد يسكن عند بيته جدي القريب من البحيرة حيث يسنى له أن يلاقى العديد من الصيادين المحترفين الذين يتعلمون منهم أشياء كثيرة في الصيد وفي بعض الأحيان تستدد من فزا حول من يصطاد أكبر سمكة ودائما ما يحل فرامي الصيد الصغير الحظ حيث في بداية قصة سيده بعد جابر صاني الفحم وسيطور مهارته في الصيد في الوادي الباكي في المركز الخامس مغامرة تان تان هذا الكارتون لمحبي المغامرات والغموط حيث تجري أحداثها في القرن العشرين وبطلها هو تان تان مراسل صحفي يساعده كلب الوفي سنوي والقبطان المتهور والساخر كابتن هادوك والبروفيسور كاركولاس ذا هي الدكاء الذي يعاني من مشاكل في السماء والمحقيقين تومسون وطومسون أنصحكم لمشاهدتي لأنه دائما يحاول فضح حقائق وأسرار العصابات ويعيش مغامرات مشوقة في 75 عاما جاء العالم كله وطابع الكارتون مختلف بين كوميديا ومغامرات وأكشن في المركز السادس مغامرات سوسان حتى هو الآخر نوعه كوميديا والأغنية وحدها ممكن تلخص لك مضمون الكارتون احضر ميقالو يا سوسان يجري يلو يداعب الجيران لا 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 وهكذا فالقصة استمحوا حول السوسان الفأرشقي الذي يحاول ميقالو وأصدقائه من القطط الإمساك به وأصدقائه من الفئران ولكن دائما يعود خليل وفاد فكل حلقة وقصته ومن المواقف المضحكة التي يقع فيها ميقالو هو عندما تخرج غضوب ملكته للتنزو فيسخر منه السوسان وسيمو وعصو فيندونه بفارسي النهر نعم فيتور غضوبه فيلم مركز السابع حكايات عالمية يروي هذا الكارتون كل حلقة قصة عالمية على قصص الشعوب والطرات كل حلقة بها قصتين منفصلتين وكل واحد منها عشر دقائق تقريبا يستفد من هذه القصص مجموعة من الخصر والعبار وقصصها الصراحة ممتعة وتتعايش مع أجواء القصة والصراحة أتذكر قصة الدئ والصغر السبع وصندريلا والخط دو الحدى في المركز الثامن بيبي الشقية تلعب دور الشقية والمساعدة والمنخدة والبطلة في الكارتون حيث تقوم بمغامراتها مع قلدها الماكر وحصانها وتمسك بالمجرمين وتتميز بمغامراتها الطريفة والممتعة الحقيقة في طفولتي كنت أظنها أنها مجنونة في المركز التاسع كونان من لا يعرفه فهو يكتشف الغامضة والمتير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى جاهدا تضير قصته حول متحري تينشي طالب تنوي بينما كان معران في مدينة الملاهي لمحشيئا يثير الشكفة بل يتحقق منه فإذا برجل من رجال العصاب السوداء يضربه ويفقده الوعي ويؤكله رغما عن عقارسا مما قلص حجمه وهو يسعى جاهدا إلى كشف الحقائق والجرائم وأيضا أسرار المتعلقة بالعصاب السوداء وأظن من أفضل الأجزاء التي شاهدتها والجزء الأول والثاني وأظن حتى الثالث التي عرضه على سبيستون وأيضا أنتج عشين فيلم جانبي عن الحلقات في المركز العاشر هامتارو هل تعرفون من هو هامتارو مخلوق حلو صغير هامتارو يعيش في بيت لطيف يدور في دولب خفيف هو عبارة عن هامتارو يعيش في بيت مالكته لورا بعد انتقال عائلة لورا إلى منزل جديد التقى مع أستقائه وهم أكسنارد وبوسو وهودي ويقرر تقوين نادي للهامتارو وتبدأ مغامرته مع الهامتارو ويعيشون مغامرات جميلة أنصحكم بمتابعته أتذكر أنه كان ينزل مع البوب من غرفة بلورا إلى خارج البيت أتمنى أن يعجبكم الفيديو وإذا أعجبكم دعوا لايك واشتركوا للتوصل بكل جديد وضعوا في التعليق موضوع الحلقة القادمة الذي تريدون يتطرق إليها وإن شاء الله ولبي طلبكم وإن كنت من محبي القصص هناك قصة قصة قصيرة للفأرة الحائرة أنصحك بمشاهدتها وفي أمن الله جميع الحقوق محفوظة لدى قناة NBC3 Kids ترجمة نانسي قنقر